ساعتان هي متنفس المواطنين والمقيمين لممارسة رياضة المشي في وقت الحضر الكلية بعضهم وجدها فرصة للخروج من المنزل وآخرون منعهم الحضر قبل قرار سماح بمزاولتها المشي شي مفيد حقنا تمام حق الصحة وغير شي دي انه كنت من بداية الازمة والناس حاضر كان جزئي بعدين حاضر كلي ناس راحت ملتزهق صوصة اللي اللي ساكنين في مثلا خانقون منازل صغيرة مكبيرة اللي عنده الله الله مستعر هذا الشي عند الحديقة عنده وين يروح يروح بس شغلة واحدة أنا اللي هي نقطة اللي كنت أنا ثرتها من قبل شنو رح تراقب الناس هذين هل كل الناس ملتزمين بقوانينك نفسين كمام لا مشرط هل في ناس الحين مثلا في تباعد اجتماعي ما في تباعد اجتماعي ملك القاعد يطبق فالمشكلة الحين ان في ناس مستهترة قاعد عمهم على الباجين بس هي كفكرة هي الساعتين هذه أنا أشوفها حلوة الالتزام بالتعليمات السلطات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمام الواقي والقفاز ضوابط الخروج من المنزل لممارستها كذا رياضة بخصوص الساعتين المشي أنا أشوفها مناسب والناس لازم تأخذ حيطة والحذر بالناحية التباعد الاجتماعي هذا شي مهم احنا شفنا من قبل شم يوم يمكن على البحر كان فيه يعني الناس تمشيهم بعض حيل بس إذا هم الله خير وزارة الداخلية ما قصروا كانوا قاعد يعني يوصون لنا التباعد الاجتماعي أنا ما أنصح أن يلغونا ساعت معنا إشعاعات أن يلغونا وهذا بالعكس الناس من كثر الملل يعني فيه ناس أغلبها ساكنة بشغل فالوضع يكون ضيج عندهم فالناس قاعد تزهج هي متنفس في ساعتين بعد ساعات من الحضر الكلية والله قرار مناسب يعني خصوصا أن أنا مع المشي تمام بس مو بشكل مباشر عالاوش أن أنا مشي مثلا مجمع باحر سوالف بس مو أطلع حق المشي بس دائما أننا الآن قاعدين بالبيت ماك شغل فقرار مناسب يعني قبل ما يطلع القرار لما كان ما فيه للساعة أربع كان فيه عندنا مشكلة بالموضوع لأنه ما فيناك تتحرك ما فينا ما فينا نعمل أي شيء لا رياضة قاعدين بالبيت فلا صراحة كتير ممتاز الغرار سليم أنت عارف القاعدة بالبيت طول هذا الوقت يبي لها نفس ورياضة من القتل في البيت والساعتين هذي واي جدا يعني الواحد يطلع فيهم يعني هي ساعة كافية على فكرة يعني وتغير جمع والدم والنفس حق العالم هذي اللي قاعدة مقبوطة في البيت على الشاطئ والممشى وفي الشوارع ووسط المناطق السكنية لتكون رياضة المشي لدى البعض فرصة للخروج من المنزل وكسر الروتين اليومية لحضر فيها دقائق معدودات مسموحا بها الخروج من المنزل أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس